وعلى صعيد المشاركات الخارجية كان لقوة دفاع البحرين الدور البارز في إنجازها والقيام بها على الوجه الأكمل بالشكل الذي حظي باحترام وتقدير دول العالم قاطبة أهم المحطات التي سطع بريقها في سماء جهود قوة دفاع البحرين بأسلحتها ووحداتها يستعرضها لنا الزميل محمد الرشيدات شمس قوة دفاع البحرين وماء أشرق نور كيانها الوضاء حتى بدأت تبلغ شأنا عظيما في مجدها وعزها وتمضي بخطة واثقة نحو مدراج الرقي والازدهار وتسجيل باقة من الإنجازات العسكرية التي ساهمت في وضعها ضمن مصاف الجيوش المتقدمة وذلك لم يكن لولا الرعاية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه الذي تبنى تدعيم اللبنات الأساسية لهذا الصرح الدفاعي الشامخ بتوجيهاته السديدة وبعدما أصبحت قوة دفاع البحرين نموذجا في الآداء والتدريب والتسليح وبراعتها في مواجهة أصعب التحديات وفي شتى الظروف والتضاريس البرية والجوية والبحرية برزت مشاركة القوة بأسلحتها ووحداتها خارجيا عبر نافذة مختلف التمرينات والمناورات العسكرية مع الدول الصديقة والحليفة وحتى في جهودها الإغاثية بمختلف دول العالم والتي من أبرزها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي ومشاركة سلاح البحرية الملكي البحريني في قوة الواجب المشتركة مئة وواحد وخمسين التابعة لقوات دول التحالف الدولي والمنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة في خليج عدن تمرين رعد الشمال في المملكة العربية السعودية الشقيقة والانخراط في فعاليات التمرين المشترك سيف العرب في جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى جانب المشاركة في تمرين علم الصحراء 6 الذي احتضنته دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ولم يقتصر الأمر على الجانب العسكري ليتعداه إلى تقديم الجهود الإنسانية لقوة دفاع البحرين اتضحت أكثر من خلال المشاركة ضمن الوفد الإغاثي لنجدة نبال الصديقة بعد الزلزال الذي ضربها في العام 2015 إضافة إلى مشاركة القوة في سفينة الإغاثة البريطانية لمساعدة اللاجئين في البحر الأبيض المتبسط وأخيرا وليس آخرا المساعي الإغاثية في تسهيل العبور الآمن لعمليات الإجلاء من أفغانستان الشقيقة في العام الفات تأسيس قوة دفاع البحرين جاء إيذانا بانطلاق مرحلة جديدة في تاريخ البحرين المعاصر قوة شكلت ومنذ اللحظات الأولى لقيامها الدرع الواقي والحصن المنيع الذي كان وما يزال يحافظ على رونق المنجزات التي حققتها وما برحت تحققها أرض الخلود حتى اللحظة ترجمة نانسي قنقر